نعم بالنسبة لفضيلة الشيخ تقول أم مصعب للتلفظ بالنية في صيام الفريضة أو صلاة التطوع هل يجوز ذلك التلفظ بالنية نعم في جميع العبادات بدعة فلا يقول الإنسان عند الوضوء اللهم إني نويت أن أتوضع ولا عند الصلاة نويت أن أصلي ولا عند الصدق نويت أن أصلي ولا عند الصيام نويت أن أصوم ولا عند الحج نويت أن أحد فالتلفظ بالنية في جميع عبادات لم يرجعني نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولماذا تتلفظ بالنية أليس النية محلها القلب أليس الله عز وجل يقول ولقد خلقنا للنسان ونعلم ما توسوس به نفسه بنا يقول هذا فالله عالم بالنية كيف تعلم ربك بأنك ناوي قد يقول أقول هذا لإظهار الإخلاص لله فنقول الإخلاص محل والقلب محل والقلب لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله فمر해보 لديو 1 2 6 10 or 15 20 24 22